نهاردة حق اتصدر حقيقة لها اهمية كبيرة جدا ورغم فرحتنا الكبيرة النهاردة بفوز النادي الاهل العريض على النادي المصر 4-0 ولكن احنا يعني ما بقلاش ملاحقين على كمية الشائعات والاخبار المضروبة زي ما حضراتكم شفتوا اخبار مضروبة من احد البرامج واخبار كلها كذب وتدليس كذب وتدليس من ناس هؤلاء الناس غير صادقين الناس دي غير صادقة محدش بيصدقهم مش هقول كذبين لانه ما قدرش اقول هذا الكلام ولكن هم غير صادقين خلال الساعات الماضية اشعة مضروبة عن تغريم كهرباء ولكن الحقيقة انا هنا بشكر كابتخالب بيبو لانه جي الرد بسرعة مدير الكورة كابتخالب مدير الكورة في النادي الاهلي اللي قال ان كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية عن الكهرباء بدعوة عدم التزامه هو كلام عاري تماما من الصحة وهو استمرار لمسلسل الشائعات الكاذبة حضراتكم عارفين مين اللي بيقول هذه الاشعاعات هو انسان غير صادق غير صادق مش حاضر اقول اكتر من كده اشعاعات كاذبة وشائعات كلها غير صادقة تهدف من انسان غير صادق لا يحترم مشاهدي لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو لم ولن يحدث باذن الله حنفضل هنا نوري لحضراتكم الكذبين نوري حضراتكم المدلسين نوري حضراتكم الناس اللي بتكذب وتقول اي كلام وعلى فكرة بطريقتنا وباسلوبنا وباسلوب النادي الاهلي انا عمري عمري ما هتجاوز على حد ولن يصدر عني اي كلام غير سليم شهتبقوا حضراتكم عارفين انا عمري ما هروح لهذا الاتجاه ابداً 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 لانه الشعار اللي بنخش فيه في بدايته وهو شعار النادي الاهلي بيلزمنا باشياء كثيرة جداً 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 ولكن في نفس الوقت سيظل هذا البرنامج وغيره ستظل قناة النادي الاهلي بالكامل هي حقص صد لكل ما يحدث ضد النادي الاهلي فانا بشكر مرة اخرى كابت الخالد بيبقوا على سرقة رده لان الحقيقة الحكاية خلاص اصبحت يعني صعبة على اللي احنا بنشوفه كل يوم بنشوف اشعة جديدة وزهقنا وبنتكلم وبنقول يا جماعة فلان دا بيجدب فلان دا ما بيقولش الحقيقة وبالمناسبة لما بيطلع يقول الحقيقة محدش بيتكلم ولكنها ليست الحقيقة لم يحدث للمرة المليونة لم يحدث اي شيء ما بين امام عشور وما بين محمد الشناوي كهرباء لم يتم تغريمه بناء على كلام كابتن خالد بيبو مدير الكورة يا جماعة القنوات يجب ان تراقب برامجها او ادارة القنوات يجب ان تراقب برامجها لانه كل جمهور النادي الاهلي دلوقتي بيبعد عن قنوات بعينها لانه اللي بيطلع يتكلم هو بيطلع يتكلم كله هبد هما بيسموها كده انا اسف ان انا بقول هذه الكلمة ولكن هو بيتقال كده على سوشال ميديا ان هو كله هبد ماشي بحاول استخدم لغة سوشال ميديا شوي كل الكلمات اللي كانت بتطلع كانت كلها غير صادق واحنا ما بنبصش لهذا الكلام الفارغ الحقيقة ولكن احنا ردنا دائما بيكون النادي الاهلي مش اسلام ردنا بيكون في الملعب انا دائما تعلمت كده شفته امام عشور ايه رأيي حضراتكم الخناء بينه وبن الشنوي واضحة واضحة يعني اولي ولمرة المليون اخبار مضروبة وماشي اشتركوا في القناة